جولة تفقدية قام بها مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوح مع الفريق المشكل للمتابعة الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء حول الإجراءات الاحترازية لإمنع انتشار فيروس كورونا المستجد نعم الجولة التي طالت سوق لمباركية وسجلت وعي كبير لدى أصحاب المحلات للإجراءات الاحترازية في حين بدت المحلات المستثنى من القرار تمارس عملها حسب اللوائح بالطبع والاشتريطات الصحية مع الالتزام الكامل بالقرارات التي صدرت مؤخرا تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير جولة ميدانية قادها مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي والفريق المكون من مفتشي البلدية لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء حول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد الجولة كانت بسوق المباركية وسجلت وعيا كبير لأصحاب المحلات للإجراءات الاحترازية المباركية ما زالت مفتوحة خاصة في مواد الغذاء الخضرة وسوق السمج وسوق اللحم تأكدنا من التزام أصحاب هذه المحلات بالشروط الصحية اللي حددها مجلس الوزراء ويمكننا حريصين أمانة على تطبيق كل ما أتى من قرارات مجلس الوزراء اليوم يمكن طلعنا تعميم ويعمم على كل وسائل الإعلام حددنا فيه بالضبط تفسير قرارات مجلس الوزراء وهذا كان بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومع وزارة الصحة وحددنا شنو المحلات اللي واجب غلقها وشنو المحلات اللي يسمح بفتحها الجولة لصد فيها تطبيق عملية التنظيف والتعقيم في سوق المباركية إلى جانب العمل الطبيعي لبعض المحلات الغذائية المستثنى من الغلق لكن يرعى فيها الشروط بعدم تقديم خدمة العملاء داخل المحلات كالمطاعم والاختصار على الطلبات الخارجية إلى جانبي عدم التجمع تطبيقا للقرارات والإجراءات الاحترازية نحن لا نبي التجمعات حتى حين لا نكون مفتوحة من مراكز غذائية نطلب التعاون التعاون هو نجاح القرار الهدف ليس لدينا مرض معين أو في سوق معين أو في خلال لا الهدف أنه عدم التجمعات فحتى المرتادين في السوق المواد الغذائية لمنيون مثلا الأسواق هذه المفتوحة يحاولون كما يقدرون تبقوا غرارات مجلس وزراء الابتعاد الدور التعاون هو اللي نجح القرار هدفنا سلامة فكذا ما نقدر نمنع الاحتكاك نمنع الازدحام حتى لو كانت أماكن مفتوحة سواء كانت صديلية كانت مواد غذائية كانت أي كان الأنشطة المسموحة مثلنا بالسوق مفتوح نحاول نبتعد ننطر مثلا فنقول عميل يخلص يروح واحد وراء الثاني يبقى عمل بلدية الكويت دأوبا ومكثفا في مثل هذه الأوضاع التي تمر بها البناد والعالم أجمع فالجولات ستكون يوميا حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين وتطبيقا للإجراءات والإشتراطات الصحية بتعقيم وتنظيف الأماكن بشكل دوري وبفرق تعمل في مختلف المحافظات والأماكن الحيوية جولة مثبرة لفريق بلدية الكويت لمتابعة تطبيق القوانين واللوائع الاحترازية لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا رادي شمري لتلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر